سامر عبد الرحمن لاعب الأهل السابق والمدير الفني لفريق الناشئين موليد 2006 ربما لم تبتسم له كرة القدم كلاعب كثيرة وتسببت الإصابة في غيابه عن الملاعب مبكرة ومنعته من استمرار مشواره مع الساحرة المستديرة لكن الإصرار والعزيمة والموهبة منحته السطوع كمدرب حيث يقود فريق ومواهب الفريق الأحمر موليد 2006 لصدارة بطولة الجمهورية ولد سامر عبد الرحمن بحي المعادي الهادئ في مخافضة القاهرة عام 1974 وقبل أن يكمل عامه الثالث عشر كان قد انتقل للأهل من قطاع الناشئين بالمعادي بعد أن اختاره رمضان السيد خلال مباراة بين الفريقين ليبدأ رحلة تألقه مع جيل جيد في القلعة الحمراء ضم أحمد سامي وهشام حنفي ومصطفى كمال وغيرهم لم تكن الإصابة رحيمة به لأن تقل إلى الشرقية للدخان مع مدربه الذي جاء به للأهل وهو رمضان السيد وخاض اختبارا قاسيا بعد إصابته بالرباط الصليبي تسببت في اتعاده كثيرا عن الملاعب حتى بعد أن عاد لممارسة الكرة انتقل بعد ذلك لغزل المحلة مع مدربه السابق عادل طعيمة ثم تجرب لمدة عام في الدور الأمريكي وعاد للعب في عدد من الأندية المحلية من بينها الألومنيوم قبل أن يعود من جديد للولايات المتحدة الأمريكية حيث اعتزل هناك وبدأ مسيرته التدريبية التي استمرت قرابة الخمس سنوات عاد من أمريكا ليبدأ رحلة التدريب في عدد من الفرق العربية سواء الناشئين أو كبار خاصة بالمملكة العربية السعودية فقاد كل من القادسية والجيل والترجي والرياض وعاد الطائر المغرد مع بداية الموسم الحالي لبيته الأهلي ليقود فريق مواليد 2006 بقطاع الناشئين بالأهلي والذي يتصدر به بطولة الجمهورية بـ 48 نقطة بعد خوض عشرين مبارع سامر عبد الرحمن معنا اليوم ليحكي عن تجربته ورؤيته للناشئين ومسيرة فريقه ببطولة الجمهورية في الأشبال أهلا بحضراتكم من جديد ضيف النهاردة واحد من المدربين المميزين جدا داخل قطاع الناشئين بالنادي الأهلي ماسك فريق 2006 ما شاء الله عامل نتائج هيلة جدا متصدر بطولة الدوري وشغله هو اللي بيتكلم عنه كابتن سامر عبد الرحمن منورنا كابتن سامر بخليك كابتن سامر دايما ببقى سعيد بتواجده معك في البداية عايزين نتكلم طبعا عن منتخب مص الناشئين موليد 2006 وانت أحد يعني اللي هم بصمة برضو على فريق 2006 ما شاء الله عندنا في النادي الأهلي سبع لعيبة في منتخب مصر عمر كامل حارس مرمى أحمد محمد عبدين هشان مصطفى يوسف إسلام عمر سيد معوض والتوقم إبراهيم وحسام عادل شفت منتخب مصر الناشئين وشفت متشاتهم إزاي الأول طبعا أشكركم على الريبورت يعني حكى القصة في أوجالة لكن الريبورت مميز جدا مشكورك يا كابتن أسام بشكر الفريق الإعداد على الريبورت المميز طبعا تباعت مباراة المنتخب عندنا عناصر مبشرة موجودة في المنتخب حوالي سبع لعبين كلهم عناصر ان شاء الله تكون يعني مبشرة في المستقبل للنادي الأهلي والمنتخبات أدوا بصورة جيدة جدا معهم مدارب مميز كابتن محمد وقابة دول طبعا حسام وإبراهيم توقم توقم لعبة مميزة جدا ومعهم بعيد زميلهم أدوا بصورة مميزة في المباراة البطولة أعتقد كانوا الأحاق بالفوز فريق منظم معهم جاز فني على أعلى مستوى كابتن محمد واهبة والكابتن مؤمن عبد الغفار والكابتن عصام عبدو أعتقد أنهم أدوا بصورة مميزة جدا 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 مع أن الأعداد ما كانش بصورة كبيرة لكن ربنا كل المجهودهم بالفوز بالبطول ما فاش تكون معايا ولازم أسألك في حاجة مهمة حاجة محيران أنا على المستوى الشخص كابتن سامر بلعب حسام عادل رأس حربة كابتن محمد واهبة تلاقيه بلعبه مساك ولعبه رقم ستة وسط مدافع إبراهيم عادل ألاقيه مرة بيلعب في نص ملعب كابتن واهبة بلعبه بك رايت هل النهاردة حتة إن حسام بيلعب مهاجم في نادي الأهل المدافع في متخب مصر ممكن تشوش عليه بلغة الكرة ولا النهاردة هو الأماشة كبيرة أصلا النهاردة من مهاجم المدافع فيه جاب كبير الحتة ليه برضو عايزك تفسرها لي طبعا الفكرة في الأساس بتغيير مراكز العيو في السن المبكر دي حاجة مميزة جدا ليهم والدليل إن كابتن واهبة لما بيجي حتى يختار العناصر لما بيلاقي مثلا حسام إبراهيم عمر سيد معوض في مجموعة بتلعب في كذا مكان فبتساهل عليه المأمورية إن اللعيب دي يعتبر ب2 و3 لعيب لأنه بيلعب في كذا مكان فلما بيجي ياخد قايمة من 20 لعب وعنده كذا لعيب بيقدي في كذا مركز فطبعا دي بتساهل عليه طبعا فكرة إن انت بتغير مراكز العيبة مش بتيجي كده صدفة يعني حسام بدأ الموسم معايا في سير دي باك لكن خلال المباراة حتى لأننا بنلعب لنا طريقة لعبه معينه وصفته مهاجه ومشاء الله بيأدي فيها بشكل رائع لنا شكل معين فقدرت إن انت تكتشف وانت بتأدي بالاسلوب والطريقة اللي انت بتأدي بيها من بداية فترة الاعداد إنه عنده مميزات تقدر تشتغل في الجزء الهجومي بدأنا معايا وطبعا مش فجأة لكن بدأنا بدأت أشتغل معايا وبدأت أشوف المكان اللي أقدر أستغل فيه موهبته لأنه عنده موهبة على المرمى مميزة جدا جدا بتعرضوا لنا شباب كده مباراة الأهل والموالين اللي احنا زعناه هنا كانت أخذ مباراة الفريق 2006 وحسام عادل هو بيحرز هدف من نص الملعب والهدف الأول للنادي الأهل فطبعا خدنا وقت يعني حسام اشتغل معايا في الأول في الوينج وبعد كده لعبته عشرة عنده مجموعة من المميزات تقدر تستغلها في الجزء الأمامي سواء في الوينج أو في كمهاجم والدليل أنه هو جايب 12 جول كلهم جول متنوعة بالرأسه بالرجل الاتنين واختراكات بأسلوب وانفرادات يعني عمل مجموعة من الأهداف تبين قد عنده الموهبة في الجزء الهجوم فالفكرة يا شباب انتوا معايا أقول إيه أهداف حسام عادل حضروها طيب حضروها دولة عشان يبقى احنا الكلام متصق مع الكلام الكامتن سامر بيقوله بالزبط فمش حسام بس كمان إبراهيم إبراهيم كان أساس مركزه بيلعب ستة بدأت الموسم معاف وفتلت الاعداد أن أنا أصدفته في مركز 10 لأنني بلعب بطريقة لعبة معينة فكنت محتاج يبقى عندي عدد في الجزء اللي قدام شفت إبراهيم برضو عنده موهبة على المرمى دي المباركة ده حسام عادل وهو بيلعب في مركز المهاجم وبيحرز هدف من الهداف الحلوة كأنه ما كانوا بالزبط ما شاء الله الأماشا والفكرة عنده بيلعب في أي مركز بيجيت فيه بشكل كبير لا مش كأنه هو مكانه حتى لو رجعته مساك هتلاقيه كأنه بالزبط برضو نفس مركزه يعني بيلعب فيه وبعد فيه بشكل مميز هي الفكرة أن أنت يعني مش بعمل كده لأهداف شخصية أنا مش من طبيعة أن أنا ببص للمكسب القريب أو أن أنا ألعب على البطولات بس لكن أنا ببص للنادي الأهلي ببص المستقبل للعابين في السن الصغير ده فلما أنت تقدر تساعدهم أن هم يقدف في كذا مركز هم كمان مش بيقدف في كذا مركز بس إحنا كمان لعبنا بطرق لعب مختلفة السنة هذا اللي لفت نظر في المباراة دي المباراة دي مثلا أنا لعبت بثلاث طرق لعب أيوة اشرح لنا برضو ما شاء الله مع كل تغيير طريقة لعب وإنت بتبتدي بيها الشروط الثاني وإنت كسبان اللعبة عندها مرونة تكتكية علي جدا مرونة تكتكية وزكاء داخل ملعب عايز أقول لي كابتن حسامة الحاجات دي مش من فراغ إحنا مش فاجأ أكيدا بيطلع هذا الهدف بتاع حسام عادل اللي كان من النص الملعب هدف من الهداف الحلوة مش فاجأ بيطلع في دماغنا أو بنقرر أن احنا هنغير طريقة اللعب فكرة في الأساس فكرة أن انت السن الصغير ده بالذات طبعا والسن الكبير بس سن الصغير ده بالذات لما بتشتغل معه بكذا طريقة لعب وبتشتغل معه اللعاب يقدر يعدي في كذا مركز أنت بتفيد اللعب وبتفيد ناديه وبتفيد المنتخبات والدليل أن الكابتن وهبة هو نفسه عمل نفس اللي احنا بنعمله يعني إبراهيم أنا تابعته مبارات البطولة إبراهيم لعب في 3-4 مراكز حسام لعب سير دباك ولعب مهاجم دي ميزة أن عندك مدرب برضو خبرة ومدرب مميز زي الكابتن وهبة قدر أنه يكمل زي ما احنا بقى بنكمل شغل الناس اللي قابلينا في النادي الأهلي كابتن أسامة زاكي كابتن سيد غريب اللي كانوا مسكين فريق 2006 وإحنا في النادي الأهلي عندنا مدربين يعني على أعلى مستوى كلنا بنكمل بعض كابتن محمد وهبة برضو شوف أنه هو من الزكاء والحكم أنه هو تصرف بخبرة عالية وقدر أنه هو ما يقولش أنا يعني هستمر على حاجة مالا قدر برضو أنه هو يستغل اللاعبين اللي بلعبوا في كذا مركز بالذات من عندنا في النادي الأهلي يعني عمر سيد معوض لعب مهاجم معاه ولعب في اليمين ولعب في الشمال زي ما بيلعب معنا بالزبط وده مهم جدا اللاعب عنده مرونة في الملعب إنه يلعب في كذا مركز دي بتفيده بشكل مش عايزين ننسي بالفضل لنا لكن أن الكابتن وهبة يعني كمل ورانا الشغل وقدر أنه هو يشتغل مع اللاعبين دي بنفس الفكر فدي حاجة مميزة جدا بشكره عليه المباراة دي كانت مهمة جدا يعني النادي الأهلي كسب المقولين عنده في ملعبه وتصدر جدوى المسابقة صحي كده؟ كان مهم جدا أنه نفوز بالمباراة المقولين قبل التوقف لأن كان لزعناها هنا على الفرق الفرق كان نقطة وأي حاجة غير الفوز المقولين عنده مباراة زيادة عندنا هيلعب مباراة وإحنا هنريح فكان يقدر يعوض الفرق لكن إحنا وسعنا الفرق الأربع نقاط فكان مهم جدا أنه يبقى فترة التوقف تيجي وإحنا عندنا فرق أربع نقاط متبقي كان مباراة على نهاية البطولة لسه حوالي 13 مباراة لسه فترة لسه فترة هنلعب في رمضان وهنلعب بعد رمضان فطبعا بطولة صعبة وزي ما قلتها كابتن أسامة ما بيبقاش فكري يعني لفيت وفي مجموعة خبرات كبيرة جدا شفتها من خلال التجارب يعني سلوبي مش ببص لأن أنا بطولات حصد بطولات أنا بعد لعيب للي يقدر يمثل النادي الأهلي ويمثل المنتخبات والحمد لله إحنا في فترة قصيرة لما سبع لعبين ليهم دور مؤثر جدا مع منتخب 2006 ده الجهاز يحسب للجهاز الفني معايا طبعا الكابتن سيامل وكتاع النشيب النادي الأهلي يكون عندك سبعة في منتخب مصر ده حاجة وسبع ليهم دور بداية من عمر كامل حارس المرمى لأحمد عبدين لإبراهيم أحمد عبدين ده من اللعبة اللي بتلفت نظري برضو لما زي أنا متشكت هنا ومع كابتن محمد وهبة الطوله وعمل زي بدر بنون أحمد عبدين من يعني قبل ما نبدأ فترة الأدات كان كابتن خالب بيبو طبعا جهل والتحية لكابتن خالب بيبو عمل دور كبير جدا جدا في الطاقة نشيين قبل ما نبدأ الموسم قال لي أنت عندك ست لعبين في المنتخب لو تروح تتفرج في مباراة دي مع المنتخب السعودية فروح تتفرج عايز أقولك أن أحمد عبدين من الناس اللي لفتوا نظر جدا من خلال المباراة اللي أنا شفتها لينا سيستم لعب معين عرفت أنه هو هيقدر يشتغل معنا في السيستم اللعب اللي بنشتغل به بصورة كبيرة مع باية العناصر اللي كانت موجودة فيه طبعا فيه عمر سيد معاود لعيب مميز جدا عمر سيد ما شاء الله عليه في المنتخب مصر في البطولة تحت شمال أفريقيا يعني لفت الأنظار وأيضا كمان في بطولة الدوري هنا ما شاء الله لفت الأنظار برضو برضو عمر عنده ميزة أنك تقدر تستخدمه في الوينج باليمين والشمال وتقدر تشتغل معه مهاجم زي ما أنا ما شتغلت معه في بعض المباراة اللي غيرنا فيها التاكتك اللعب طبعا إحنا بنغير يا كابتن أسامة التاكتك والشغل لظروف أن أنت بتتحفظ بيجيلك مباراة كتير عندك تقارير كتير فمنها أن أنت برضو تقدر أن أنت بتحفظ الولاد كذا طريقة لعب ومنها أن أنت بتبقى السيستم اللعب بتاعك بيتحفظ فبتقدر أن أنت تغير يعني فيه زي مباراة أم بلعبنا أربعة أربعة أتنين لعبت بحسام وعمر سيد معوض اتنين مهاجمين لأن طبعا من أول مباراة في الدور وإحنا المباراة المحلة اللي كسبنا فيها خمسة الأهدف كلها نزلت في كل المواقع فبيبان بالذات الأهدف في مباراة المحلة دي كان باين أو فيها سيستم اللعب لأن الأهدف كلها الخمس أهدف كلهم جوم تقريبا بطريقة واحدة فكان باين أنه ده فيه شغل تاكتف معين فهتبدأ تتحفظ فلازم مع مرور الوقت كل ما يبقى فيه فترة توقف أو تقدر أن أنت تشتغل وتغير بتحفظ طريقة لعب دانية وسيستم مختلف وتقدر أن أنت لو أجدوها فبتقدر تكمل بها زي مباراة المقولين زي ما قولنا إحنا لعبنا بثلاث طرق لعب مختلفة بدأنا الأول بربعة بربعة اتنين وبعدين غيرنا في خلال المغاراية التوام حسامو إبراهيم ما شاء الله الشبه يعني كبير جدا ما بينهم حصل لخبطة في ماتش من الماتشات مثلا داخل بين الشوطين تدي تعليمات لواحد فطلع التاني أعرف ردك بعد الفصل أهلا بحضراتكم من جديد كابتن سامر ما تتلخبطش في حسامو إبراهيم في الأول في الأول كنا بنطلخبط بينهم لكن بعد كده خلاص بقى بالحكم كل يوم بنشوفهم فبدأنا نتعرف عليهم خلاص يعني لا 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 دلوقتي خلاص بعد المباراة الأهلي والمولين آخر مباراة وتوقف الدوري علشان بطولة شمال أفريقيا الفترة اللي جاية بقى أول مباراة عندكم مين أول مباراة الإسماعيلي يوم الاتنين إن شاء الله إسماعيلي في إسماعيلية إسماعيلية أعمال معهم الدور الأول ثلاثة اتنين كانت مباراة قوية جدا آه كانت مباراة قوية لأن إحنا كنا كذبين ثلاثة وبعدين هما رجعوا للمباراة وجابوا هدفين آه في حوالي خمس دقيق فالمباراة صعبت شوية في آخر ربع ساعة لكن حفظنا على المكسا والحمد لله كويس وحاك بتكلمني دلوقتي بتقول لي إنك بتحفظ الولاد كازة طريقة لعب مهم تربط طريقة لعبك بالدرجة الأولى والأسلوب ولا برضو ممكن يعني تبدأ تروح الأسلوب وترق لعب جديدة تحفظها اللعبة بتاعتك والله لو هو ده سيست من نادي فطبعا بنشتغل كلنا لكن في السن الصغير بتبقى يعني إنك تربط بالفريل الأول بتبقى صعبة شوية يعني إنك تربط من بادري كده من 2006 بتبقى صعبة احنا كمان الفرقة فيه إصابات كتيرة جدا من أول الدوري وده أثر علينا في المنظومة الدفاعية شوية خلا أن إحنا يعني مش راضين شوية مش راضين شوية عن المنظومة الدفاعية لندخل فينا هدف برضو وحشوف إن هي هدف كتير إحنا جبنا طبعا أهدف كتيرة جدا حوالي 54 هدف لكن دخل فينا حوالي 22 هدف أو 22 هدف طبعا أشوف دي نسبة كبيرة جدا لكن دي بسبب إن إحنا حصل لنا إصابات كتيرة بالزاد في خط الدفاع تدقى من تقريبا نص الدور الأول فقدنا الزهير الأيسر أمير في الرواض صليبي أمير ده من الباكات ليفت صح حاجة مميزة جدا باكات ليفت مميزة جدا 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 وهيبقى من العناصر قرب يخف وينزل وألسه وده مشهر لأنه هرده شفته في التأهيل خلاص إن شاء الله ده مشهر ويكون موجود طب وإحنا بتكلمه وتقول لي بعرف حسامو إبراهيم بقى من حسامو ومن إبراهيم في السؤال لا وده من الرقم حسامو بقول لي على الشمال إبراهيم العلمين حسام لكن ده كابتن سامر أصنع هو حسامو كمان يبدأ لابس رقم ستة وهو بيلعب مهاجم فعايزين نغير الرقم يلبس في المنتخب ستة ولما يجي معنا نلبس رقم مهاجم لأنه بيلعب مهاجم رقم ستة بتبقى غريب يا شوية وانت شوف بص الأهداف اللي بيجيبها تلاحظ العلاقة بعد الأهدافة كابتن سامر الولاد بتروح عليك بعد كل هدف الولاد بتجيلك تحضنك وتحتفل معك علاقة حلوة جدا مع المدير الفني مع اللعبة مهمة جدا في السن ده العلاقة تبقى كويسة السن ده بالذات التعامل النفسي أهم من الفن يعني التعامل النفسي في السن الصغير وانك تخلي الولاد يحترموك وهبوك دي حاجة صعبة يعني الاحترام متبادل وبتنشأ بعدها طبعا العلاقة اللي انت شايفها دي ودي حاجة بتبقى حاجة كويسة جدا الولاد بغريبين من المدرب مش أنا بس طبعا هم غريبين من الجهاز كلهم من كابتن أحمد رعوف طبعا حب أشكر معي الجهاز فني وإداري على أعلى مستوى كابتن أسامة كابتن أحمد رعوف المدرب عام مميز جدا 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 معانا برضو كابتن محمد فتوح مدرب حراس المرمى من ولاد النادي وكان لعب في الناشئين والشباب في النادي السنين طويلة معانا برضو كابتن عمار الإداري دكتور أحمد جبال الدكتور مميز جدا 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 ومعانا طبعا محمد أحمد المعيد البدني والكابتن أبراهيم خاطر للتدليق شاء الله انت بتقولي تشكيلة الجهاز كأنك بتتكلم بالزبط عن فرقة في الدور الممتاز مش فتاعة الناشئين ده يدل ان النادي الأهلي ولجنة التخطيط وكتاعة الناشئين ما شاء الله موفرين كل الإمكانيات عشان نجاح كتاعة الناشئين بالنادي ده اللي بقوله يا كابتن أسامة طبعا كابتن خالد عمل مجود جبار جدا كل الفرق عندها جهاز جهاز كامل دكتور للفريق مش دكتور للفريتين تلات لا دكتور للفريق أخصائي التأهيل للفريق مدلك للفريق معد بدني للفريق معاجب مدرب ومدرب الحراس فطبعا جهاز تحسن فعلا زي ما تقول كابتن أسامة كل الفرق كده كل الفرق في جهاز جهاز كامل إداري فني طبي على المستوى تفرح في الملاعب كمان جودة الملاعب تحسنت عن الفترة قبل كده في نظام في سيستم في سيستم شغل كلاسات كمان اللي بتحصل البدنية تبقى في قبل الموسم وعلى مدار الموسم بصفة مستمرة وجود دكتور تغزية يعني الحاجات دي مهمة جدا كل حاجة منظمة وفيه وفيه بالبنية التحتية في النادي كلها البنية الخاصة بقطعنا شين أشوف إن الكابتن خالد بيطور فيها بصفة دائمة أعتقد إنه هو الموسم اللي جاية هيعمل طفرة أكبر وأكبر كابتن سامر خبرات كبيرة أهم المحطات اللي انت اشتغلت فيها برضو ما شاء الله في السعودية فترات كبيرة مع فرق درجة تانية فرق كبيرة دي برضو أسقلتك وديدك خبرات كبيرة اللي أسقلتني في الأول في أمريكا لأنه عدت أربع خمس سنين واربع عدت هناك احتكت بمدارس مختلفة أوروبية ولاتينية في أمريكا وفرق درجة أولى وفرق ناشئين وفرق براعم فدي في الأول اللي ادتني الانطلاقة من هناك امطلقت في مجال التدريب السعودية طبعا أضفت لي بقى الكتير جدا 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 بحكم المسابقات المميزة جدا مسابقات كبيرة منتظمة ملاعب على أعلى مستوى مسكت شباب وناشئين وفريق أول في دورة درجة الأولى هناك يعني المسابقات بتدخل بتحتكب مدربين بقى من جميع السعودية من تونس والمغرب ومن أوروبا فمن جميع نحا العالم بتحتكب مدربين مباراة صعبة جدا 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 فطبعا السعودية من استفدت جدا جدا أنا عدت حوالي عشر سنين ماشاء الله فترة كبيرة في النص بس جيت سنتين فريق لألفين واثنين في النادي الأقلي من أربع سنين والسنادي مع الألفين وستة مسيماني زاركو السنادي في زيارة كانت حلوة خاصة طبعا زارك طبعا ناشي لكن زيارة خاصة لفريق ألفين وستة واجتمع مع اللعيبة في غرفة المحاضرات وتفرج على مباراة كاملة أهم من طبعات مسيماني وقتها كانت ايه؟ قد دفع معنوية جمدة جدا 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 للعيبة القطاع الكام يوم اللي جي في يوم يتابع التدريبات والمباراة بالذات فريق لألفين وستة وتفرج لنا على مباراة كنا متأخرين في المباراة دي وبعدين تعديلنا في فوزنا فطبعا هو أسنى على الفريق في السن الصغير أسنى على الروح والأداء أن الفريق قدر يرجع للمباراة بعد ما كان مهزوم وأسنى على أداء كذا لعب وقف اتكلم معهم وأشد بيهم بتشوف إزاي المسافة بقت قريبة مدير الفني موجود عندك في قطاع الناشئين بيتكلم مع اللعيبة بتفرج على مباراة ده لا لو كمان عدد كبير من قطاع الناشئين في الناد الأهلي مواليد 2001 و2003 بيلعبوا في كاسر ربط وبيلعبوا أساسيين وبيلعبوا المباراة كلها يعني 2006 ممكن نشوفهم السنة الجاية إن شاء الله فريق كبير جدا جدا يا كابتن أسامة عن زمان يعني أنا من أولاد الناد أنا رعبت في النادي حوالي عشر سنين في الناشئين الدنيا دلوقتي أسهل بكتير إنك تتشاف بحكم المادية والمباراة الكبيرة اللي بتتزايع وإنك بيتابعوا مباراة الناشئين بصورة دايما فأعتقد عندهم فرص كبيرة جدا جدا للظهور أسهل بكتير من فترات سابقة فأتمنى إن الولاد في النادي يستغلوا الفرص دي إن شاء الله ما يفعش تكون معايا وما نتكلمش عن المباراة المهمة يوم الجمعة متخب مصر والسنغال شاف المباراة دي إزاي خاصة مباراة صعبة مباراة مش سهلة مباراة من شوطين الشوط الأول في مصر الشوط الثانية في السنغال أهم ميزة في مباراة السنغال كابتن أسامة إن إحساس الفريق المنافس إن هو الأقوى فطبعا دي بتديله ثقة فالثقة دي بتنعكس على الأداء بالذات الهجومي فتلاقيهم منتشرين هجومين بصورة مبالغ فيها الأدوار الدفاعية بتبقى قليلة حكم إن إنت حاس إن إنت الفريق الأقرب للفوز فدي أعتقد ميزة مفروضة إحنا نستغلها إحساسهم إن هم الأقرب للفوز أعتقد إن إحنا مفروض نشتغل على النقطة دي بالذات إحنا معروف عننا على طول إن إحنا بنبقى فرق منتخبات فرق منظمة أعتقد مصر بيبقى منظمة والدليل بطولات 6 و 8 و 10 اللي خدناهم كان فيه جيل مميز جدا من اللعبة لكن بخلاف إن كان جيل مميز إن إحنا كنا منظمين تكتكيا جدا أعلى من المنتخبات الأفريقية فدي فرقت معنا أعتقد المباراة دي هيفرق فيها التنظيم زي مباراة كاس الأمم لما لعبنا ضد السنغال التنظيم هيفرق جدا جدا إحساسهم إن هم أقرب للفوز أعتقد إن هبقى فيه صغرات في خطوط الدفاع فنقدر نستغلها أعتقد لو استغلنا دي بالسرعات الموجودة فحصنا كمان إدارة المباراة والتغييرات من المباراتين من كارلوسكي روش أعتقد إن إحنا ممكن نعمل نصعب بيزن لانشاء وإنت مدير فن كبيرة كتنسامر يعتبر كل المراكز محسومة كل المراكز معروفة إلا وسط الملعب ده اللي عليه كلام كتير يا تارك روش يلعب بتلاتة في نص الملعب زي ما كنا بنشوف كاس الأمم السلية إنني ممكن حمد فتحي فهو ده الشكل ولا ممكن يلعب باتنين وممكن يباودمهم مجد أفشا ونزود النواحي الهجومية خاصة أنت بتلعب على ملعبك وسط جمهورك عايز تكسب هنا علشان تروح هناك أعتقد المدير فني بيبقى مستقر بصورة كبيرة على الطريقة اللي هيلعب بها هو ما أعتقدش أنه هيغير هو اللي بيلعب بالطريقة مش هيجي فجأة يغيرها لأن الوقت بيبقى محدود جدا أنه يقدر يحفظ طريقة لعب جديدة أو يغير التاكتك وهو بيلعب بالتاكتك ده الظروف معين عشان يدي مساحات أكتر في الرأي أكبر للتلاتة اللي بيتحركوا قدام يعني أنت من رأيك يلعب بتلاتة في نص الملعب اللي شوفناهم في كواسة الأمم كان السلية كان حمدي فتحي كان النيني يعني ده الشكل الأقرب هيغير تريد temu بل أداء جوة الملعب هو هيلعب هنا إزاي وهيلعب هناك إزاي ممكن بنفس التلاتة يدي حرية حركة شوية للأتنين اللي قدام اللي يلعب صد specific اللي هو حمد فتحي ممكن ياخدوا أدوار هجومية أكبر أو أدوار يبقى سببورته أكثر للتلاتة اللي قدام Бصورة أكبر هو حمدي فتح اللي بيلعب ده قدام الاتنين المساكين هو اللي ثابت وعندك النين وعندك السلاء ممكن لهم الانطلاقات لو هو عايز يحسن من الشكل الهجومي أكتر فممكن يبدل الاتنين دول بحد ليه قدرات هجومية أكبر بيشوت مثلا زي زيزو أو إمام عشور المجموعة اللي قدام هو لكن ستة هيفضل ثابت زي ما هو حمدي فاتحي والاتنين التانين حسب هو عايز يوصل بالمباراة ممكن أنا يقول أنا بلعب على مباراتين مباراة هنا ومباراة هناك ما يبقاش فين دفاع هجومي يعني أنت متوقع إنه ما يبداش من البداية بضغط عالي لا يعني برضو يبقى عندك تحفظ بعض الشيء عشان ما تتلطش بهدف مش تحفظ هو مش هيغير السيستم اللعب والأداء ولا الطريقة يعني أعتقد بصورة كبيرة جدا جدا إنه هيفضل المحافظة على نفس التشكيل والأداء والطريقة مش هيغير خالص بالذات في المباراة المباراة التانية ممكن يستغل بقى لندفاع الهجومي للسنغال ويستغل يلعب بطريقة تانية لكن أعتقد المباراة الأولى هيفضل محافظة على الشكل اللي نهابيه لبطولة الأمر المركز التاني برضو اللي عليه كلام لسه ما تحسامش بنسب 100% لأنه من الكلمة عشي الناوي خلاص حاجز مكانه الوينش حاجز مكانه عبد المينم حاجز مكانه فتوح وعمر كمال والثلاثة بتوع واسط ملعب اللي حداك قلتهم محمد صلاح مصطفى محمد لكن يتبقى مرموش ولا تريزيجية مين ممكن اللي يبأ الأفضلية أن يبتدي المباراة هنا في مصر حسب قناعاته لو هو شاف تريزيجية وتابعه الفترة اللي فاته وشاف أنه هو تطور ورجع لفورموتو اللي كانت قبل الإصابة فرق كبير جدا جدا بين تريزيجية وعمر مرموش لصالح تريزيجية فأعتقد أن لو تابعه كويس وهو فعلا رجع لفورموتو أعتقد تريزيجية يبقى قرب لأنه يبدأ تتوقع إن شاء الله المباراة اللي في مصر تخلص كم كان يعني واحد صفر لمصر إن شاء الله نقدر نحافظ على الهدف هناك ونقدر ما تفتح صغرات فتفعهم نقدر نجيب جول كمان هناك فأعتقد إن شاء الله لو خلص واحد صفر هنا هنبقى قرب للصعود إن شاء الله إن شاء الله بس خلي بقى لك واحد صفر هنا برضو لسه مباراة الشوط التانية مباراة التانية برضو الأمور فاصمة لكن يتبقى توفير ربنا سبحانه وتعالى كروش يبقى في يومه إذا بنقول اللعبة تبقى في يومك كروش يبقى في يومه بالتشكيلة والتغييرات بتاعته ما هي المباراة دي بقى حالة اللعبة حالة اللعبة حالة اللعبة كانت جيدة هنا وهناك إن شاء الله نأعرب للفوز بإذنه إن شاء الله كل التوفيير منتخبنا الوطني في المباراة المهمة شرفتنا ونورتنا كابتن سامر شكرا كابتن سامر ودائما ببقى سعيد معك وأنا بشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيير لفريق 2006 خلال الفترة اللي جاية ونجيبكم إن شاء الله ونحتفل بيكو هنا بعد بطولة الدور وإنتوا فيزين بطولة الدور إن شاء الله إن شاء الله شكرا كابتن سامر شكرا كابتن بكده وصلنا لنهاية حلقتنا أنا بشكر ضيفي كابتن سامر عبد الرحمن المدير الفني لفريق 2006 نشوف حضراتكو على ألف خير الأسبوع اللي جاي وحلق أجيدة من الأشباء